طلابنا الازالة طلاب الصف الثالث السنوي اهلا وسهلا بكم يا رب تكونوا بخير وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انت حنات تكون سهل عليكم جدا جدا جدا. فكرنا ان احنا ازاي نقدر نساعدكم في اخر السنة. قلنا صراحة هنساعدكم بحاجة بسيطة جدا. اللي هي عبارة عن ايه مراجعة سريعة. مش مراجعة من المراجعات اللي هي الطويلة اللي بتقعد معاك ساعات فانت بتزهق. لا. احنا هنحاول ان احنا نقدم لك كل المنج بتاعنا عبارة عن فيديوهات وسيارة جدا. ربع ساعة. بنرجع فيه معلومة مهمة. بنبص عليها بنشوفها موجودة فورة المفاهيم. ازاي? وهتقدر تستفيد منها ازاي? ومش بس كده كمان. لا احنا كمان بنحل عليها مش تدريب واحد بنحل عليها حوالي خمس جمل. وبالتالي يبقى انت كده استفدت المعلومة شفتها موجودة ازاي في كتاب المفاهيم. وكمان قدرت ان انت تحل عليها. ان شاء الله فيديوهات القصيرة اللي احنا هنعملها لكم ديت هتعجبكم جدا جدا جدا. ان شاء الله. وربنا ان شاء الله يقدرنا ان احنا نكمل المنج بتاعنا كله في مدة وسيارة جدا. فاكيد ان شاء الله انا اتمنى لكم ان انتم تتبقون. تعالوا نبدأ بسرعة من غير كلام كتير. ونشوف احنا النهاردة بجهزين معلومة بسيطة جدا من المشتقات العاملة. طب. واحد يسألني يقول لي ايه هي المشتقات العاملة. هقول لي بس المشتقات العاملة دي انت اول حاجة عندك اللي هي اسم الفاعل. يعني مثلا لو جينا فكرنا كده مع بعض في اسم الفاعل هو عبارة عن ايه. بيقول لك اسم الفاعل عبارة عن اسم مشتق من الفاعل. طبعا بيدل على من قام بعمل الفاعل. يعني بيدل على الشخص اللي هو عمل الفاعل. على سبيل المثال يعني لا الحصر يعني مثلا ممكن اجا اقول لك كلمة زي كلمة مثلا كاتب. بص هنا أنا عندي هنا كتبة ده الفعل السلاسي اللي أنا بحكي لك عليه لو أنت جيب بصيت ده فعل سلاسي عايز تجيب منه اسم فعل بص بسرعة جدا هتروح جاي عامل إيه هتروح جاي جايبه كده على وزن فعل طب هتعمله على وزن فعل إزاي هتكون الكلمة كلمة إيه كاتب طيب كمان عندك لو أنت عندك مثلا كلمة زي كلمة ساعة لاحظ أن أنت عندك ساعة أخيرة حرف إلا ففاكر السلاسي كنا بنجيبه إزاي أيوة كنا بنجيبه على وزن فعل بس كنا بنقولها ساعي اللي هي هتتحول بعد شوية طب اللهم هي ناكرة هتبقى يا إما كلمة ساعي يا إما هتكون كلمة ساعيا والحطة دي هنوضحها جدا جدا أثناء الاسم منقوص طبعا لو كانت ناكرة مرفوعة ومجرورة بنكتبها ساعي يبقى دي في حالة الرفع والجر أو لو كانت كلمة ناكرة منصوبة هتكون زي كلمة إيه ساعيا يبقى دي كده في حالة الناكرة المنصوبة أما لو انت جيت فكرت كده معايا في غير السلاسي يقولك غير السلاسي بيجي إزاي غير السلاسي بيجي عن طريق مضارعه يعني لو أنا عندي مثلا كلمة زي كلمة استخدمة يقولك بص بقى يا سيدة هتروح جاي بإيه يستخدم وبعد كده هتروح جاي عامل إيه بقى شاي للياء اللي موجودة في الأول حطت مين مضمومة وكمل هتلاقي مستخدم دي معلومة مهمة جدا وأكيد سهلة أنت عارفها كويس جدا ده فيما يخص اللي هو اسم الفاعل من غير السلاسي لو رجعنا بسرعة جدا ونشوف كده مع بعض إيه الجزئية التانية وهي سيغ المبالغة طب إيه نطرة سيغ المبالغة وإيه هي بتدل على برضو من قام بعمل الفاعل ولكن بكثرة عارفتها ديها خمس أوزان مشهورة جدا اللي هو مين فعال مفعال فعول فعيل فعيل دي أشهر أوزان ديها لو أنا جيت وتلك مثلا على سبيل المثال لسيغ المبالغة أنت عندك مثلا كلمة زي كلمة فعال طب إنت عارف مثال على كلمة فعال أو كلمات كتيرة جدا زي مثلا كلمة غفر فلو جينا بصينا عند غفر علم كل دي كلمات على وزن فعال طب تعال ننتقل مع بعض الوزن تاني زي وزن مفعال فلو جينا بصينا على مفعال هتلاقي مثلا كلمة زي كلمة مقوال اللي هي جاية من قالة وكلمة معطى اللي جاية من أعطى لو جينا انتقلنا إلى كلمة هتلاقي فيه عندك كمان فعول فعول زي كلمة شكور أو زي كلمة غفور لو جينا كمان بصينا على كلمة زي كلمة فعيل فعيل هتلاقي زي كلمة سميع زي كلمة بصير أكيد عارف الكلام ده أو زي كلمة قوي اللي هي ديها بتاعتها مشددة وما تنساش ان احنا عندنا كمان كلمة زي كلمة فعل فعل زي كلمة حذر او فطن فهنا بالتالي كل دي هي صياغ المبالغة وصياغ المبالغة بتيجي من السلاسي ونادرا ما تأتي من الرباع لو جينا انتقلنا بعد كده على معلومة كمان معلومة من معلومات مهمة جدا وهو اسم مفعول بيقول اسم مفعول ده اسم مشتق من الفعل المبني المجول بقى تمام ده بيجي من المبني المجول خلي بالك وبييجي ازاي بيقولك بييجي على وزن مفعول بس استنى علشان الحتة دي فيه حاجة خطيرة بيقولك اسم المفعول لو انت هتجيبه من فعل صحيح زي كتبة ماشي هتجيبه على وزن مفعول عادي جدا كلمة مفعول بس خلي بالك هتبقى مكتوبة ازاي كلمة مكتوب مفعول زي كلمة مكتوب طيب ماذا لو جاء لك فعل وده غالبا ويكون من الافعال المهمة جدا يكون مثلا اجوف زي مثلا قيلة انت بتجيبه الفعل العادي بتاعه اللي هو قال ثم بتجيبه الفعل المضارع اللي هو يقول وهتلاقي الكلام ده موجود معك فورة المفعيم يقول وبعد كده هتروح جاي عاملي بقى شايل حرف الياء اللي موجود في الاول ده وحاطت مين مفتوحة وكملت كلمة زي ما هي بقيت مقول وهكذا لو جينا يكملنا مثلا الكرام وقولنا طب ايه رأيك في كلمة زي كلمة دوعية برضو ده معتل هنصرف ازاي يقول لي دعا يدعو فيدعو هتروح جاي عامل ايه شيء لليا اللي من الاول حاطت مين مفتوحة فبقت الكلمة اسمها مدعو حاطتنا بس شدة في النهاية وهكذا عايز تعمل مثال هقول لك حاضر جدا تعال بص كده عندك قال الولد الصدق هبدأ بالصدق ورأي الصدق مقول طب عايز اقول مدعو هاجه اقول مثلا اللهم دعو يعني تم دعا دي كده الفكرة بتاعت اسم المفعول طب ماذا عن اسم المفعول لو جينا كلمنا عنه اسم المفعول من غير السلاسي اه ده برضو من فعل مبني مجول بس المراتي هيبقى مين مضمومة وفتحة ما قبل الاخر يعني مثلا لو جينا قلنا استخدام هتروح قيل يستخدم او بص هنخليها مبني مجول يستخدم ثم هنروح قيلين مستخدم طب بقول لك ايه طب ما تجي نفكر كده في جملة هاجه اقول لك القلم مستخدم يبقى دي فكرة مهمة جدا جبتها ازاي انا جبتها عن طريق زي ما انا قلت لك كده ان انا معايا ايه معايا استخدم الولد القلم بدأت من المفعول به فبقت القلم مستخدم ده فيما يخص اسم المفعول سواء نجيبه ازاي من السلاسي او نجيبه من غير السلاسي ازاي تعال ننتقل مع بعض بقى الى نقطة تانية من النقاط اللي هي الخطيرة وهي بقى ايه عايزين نطبق على الكلاب الجميل ده عايزين نعمل اشواء ده اسئلة فبيجي يقولك بص بالنسبة للاسئلة موضوع سهل يعني مثلا عندك السؤال الاولي جاي بيقول ايه قال عن طرى بن شداد فلما يجي يقولك قال عن طرى بن شداد بيقول ايه يا طرى عن طرى بن شداد بيقول فتى يخوض غمار الحرب مبتسما وينثني وسنان الرمح مختضبه بيقول لي ميز اسم الفاعل وفعله طبعا بيحط لي رقم الف غمار طب بيلي وبين الغمار دي على وزن فاعل لا طب مين مضمومة لا استبعدها معاك مبتسم ومعاك ايه مش بس مبتسم دي معاك كزا مرة يعني المبتسم دي جايلك اقف به مبتسما وجين فيها مبتسما وده اللي جاي مختضبه تلاتة مين مضمومة مكسومة قبل اخر ولكن طالما مين مضمومة بص على تركة دي مين مضمومة يبقى انت عندك الفاعل لازم يكون غير سلاسي يبقى هتختار مين بقى حضرتك هختار مش مبتسم بسمة ولا مختضب خضبه لا انا هختار به مبتسم ابتسمة يبقى هي دي الاجابة الصحيحة اللي موجودة عندنا لو جينا انتقالنا بعد كده الى سؤال اخر سؤال بيقول ايه بقى بيقول لي ما زال الصدق ينمي فيك الخير بيقول لي انا عايز اسم الفاعل من الفعل ينمي طيب يا ترى هو الفعل نامن ولا اسم الفعل يعني نامن ولا ناميا ولا منام تمام في رقم جيم ولا مناميا لا احنا نعمل حركة بقى احنا نوقف كده ونروح نشوف احنا بقى الكتابة بتاعتنا ونشوف الجملة بقى ونفكر فيها يعني سباك من الاختراب اش هتوصل لها الحاجة تعال نشوف هنفكر فيها ازاي بصهرعة جدا يلا يا سيد انت عندك بيقول لك الصدق ينمي هي جايلك الجملة كده ينمي فيك الخير تروح انت تعمل ايه اروح انا جاي افكر في الفعل الماضي يقول لك انت بقى يا لعيب لو تعرف تجيب الفعل الماضي صح هتعرف تحل صح الصدق ينمي فيك الخير هات الفعل الماضي هل يمشي معك نمى الصدق نمى نمى فيك الخير مش هتمشي معك نمى امال هتمشي معك ايه هتمشي معك نمى نمى بص خلي بقى نمى ما تحس ان هو اتكد على حرف الميم. طبعا ما اتكد على حرف الميم كده يبقى فيه شد. شد عند الميم. يعني حرفين. يبقى اذا بمعنى كده ان الفعل ده رباعي. رباعي يعني معناه ان هو غير سلاسي. غير سلاسي يعني اذا معنى كده ان هو بيجي عن طريق ميم مضمومة. استبعدت ميم بقى كده فجأة. او معرفت ان انا ميم مضمومة. استبعد نامي. استبعد نامي برا. ليه? لان دول مفروض جايين على وزن فاعل. يبقى معنى كده ان هم دول سلاسي. يبقى استبعدتهم. طيب. امال افكر في مين? يطرى. هفكر في منمي. اللي هي بالمنظر ده. يولى منمن. نعمل ايه سيدي. يقول لك تعالى بص بقى. هنا قاعدة لسه كنا واخدنا من شوي. في الشرح. اترك الكلمات الاخيرة ايه دي? غالبا ايه بتتشال. لو كانت نكر. غالبا ايه? ده اكيد بتتشال. لو كانت نكر. بس خلي بالك. لو نكر مرفوعة او نكر مجروعة. لكن لو نكر منصوبة تتشال زي ما هي او برضو مش هتكتب منامي. هتكتب مناميا. طب تعالنا نشوف كده. اه دي الصدق اعربها مبتدأ. يبقى ينامي ده مفروض ان هو خبر. يبقى كلمة دي مفروض ان هي هتكون نكر مرفوعة. يبقى الحاجة اللي انت مفروض تختارها مش منامي دي. لا ده منام من. يبقى ازا لو رجعنا تاني السؤال هنختار منام من واحنا بص بقى متأكدين من الاجابة الصحيحة. تعالنا نتقل بعد كده الى سؤال اخر. السؤال جاي بيقول ايه بقى? معاك. السؤال جاي بيقول بين الجملة التي وردت بها كلمة مشتاق اسم فاعل. اه ده هنا بقى فيه فكرة لازم اقول لك عليها الحقيقة اه اه وتركز معايا فيها. انت عندك شوية كلمات اسم الفاعل فيها بيكون شبه اسم مفعول. مين مضموم افتح مخابل اخر وسؤال ده جسد ما نعمل قبل كده. يقول لازم تكون انت عارف المعنى. عارف المعنى يعني ايه? قبل ما اقول لك يلا نحل المشتاق هفكرك بمختار. لو جيت قلت لك الكتاب مختار والطالب مختار الكتاب. مختار هنا وهنا تمام? الاتنين تحس ان هما نفس الكلمة بالزبط. بس المعنى بقى. لو جيت قلت الكتاب مختار الكتاب مش يروح يختار نفسه. فبالتالي يبقى الكلمة دي اسم مفعول. وقع عليه الاختيار. لكن لو جيت قلت لك الطالب مختار الكتاب هو الطالب اللي بيروح يختار. يبقى ازا معنى كده ان ده يعتبر اسم فاعل. بالرغم من كلمة مفتار هي نفس النقطة بالضبط هنا برضو هنلعب على نفس اللعبة دي على عندي كلمة مشطاق ممكن تكون اسم فاعل هو اللي بيشطاق وممكن يكون اسم مفعول يعني استيقى إليه فتعال نشوف كده هنتعامل معها إزاي تعامل هذه الكلمة جاي بيقول لي بين الجملة التي وردت بها كلمة مشطاق اسم فاعل هل اللهم أرزق كل مشطاق العودة للوطن ملاعب السبا مشطاق الإنسان ولا عهود السبا مشطاق الإنسان ولا دافع يقول لك كده دافع العودة إلى الوطن مشطاق الإنسان هنعمل إيه بقى يا شباب يقول لك تعالى بص عند الجملة رقم به مثلا ملاعب السبا ملاعب تقام أماكن بنلعب فيها يبقى إزاي معني كده إن ده اسم مكان وانت عارف اسم المكان واسم الزمان معانا والمصدر ميمي كمان احنا بنراجع يعني انت نفوض على الكلام ده يعني اسم المفعول من غير السلسة واسم الفاعل اللي هم اللي تنشأوا بعض دلوقتي مشطاق معاهم كمان شبههم اسم الزمان والمكان والمصدر ميمي فرع منهم إزاي يقول لك الزمان والمكان بيبقى المكان قبل منه مكان والزمن يكون قبل منه زمن والمصدر ميمي بيكون معناه بعد انت بتشيل وتحط مكانه مصدر صريح يعني المشطاق ده ممكن تشيل وتحط مكانه اشتياق تعالى نجر هتقل هنا في الجملة الأولانية يقول لك اللهم أرزق كل مشطاق عودة إلى وضع مشطاق ده الشخص اللي يشتاق أنا حاسس ان هي دي اسم الفاعل طب تعالى نبص الجملة التانية يقول لك ملاعب الصبا مشطاق الإنسان الأماكن اللي بيلعب فيها دي مشطاق الإنسان طب ملاعب دي مكان يبقى ده اسم مكان يبقى أنا عندي مشطاق اللي هي التانية قدر أقول ان مشطاق دي اسم مكان طيب لو جينا بصينا بقى كمان على اللي هو ايه بصينا على الجملة التالتة فجاي بيقول لي عهود الأزمنة طب دي الأزمنة دي وفكر فيها كده ده يعتبر زمن طب ما ده كده يبقى اسم زمان طب ده كلام كويس جدا طيب آخر واحدة بقى كاي بيقول لي يبقى دافع العودة إلى الوطن مشطاق الإنسان طب ما ممكن نشير مشطاق وحط مكانها كلمة اشتياق لو حصل وحطيت كلمة اشتياق يبقى إيه زم معنى كده ان دي مصدر ميمي يبقى أنا كده هختار الإجابة اللي هي رقم ألف هي دي بالنسبة للإجابة الصحيحة ليه لأن هي بتعبر عن الإنسان اللي يشتاق فدي من الحاجات الخطيرة السهلة جدا يعني طيب تعالي نكمل كده ونشوف مع بعض كمان جملة تانية جاي بيقول لي إيه بقى جاي بيقول لي مثلا في سؤال جاي بيقول لي صغل من الفعل اختارة اسم فعل مرة واسم مفعول مرة أخرى في جملتين هنا بقى بيلعب على فكرة الصياغة إزاي تقدر تسوق الجملة إنت اللي تبدع إنت اللي هتنشئ هذه الجملة هتعملها إزاي الجملة دي يقول لك حاجة بسيطة جدا هو أدي لك الفعل اختارة إنت عارف إن هو اسم الفعل واسم مفعول هنا ده فعل خماسي وقبل آخر آلف فتروح قايل يختار ثم هنروح مستخدمين كلمة مختار بس أنا في الحقيقة معرفش أكتب جملة مش عارف أنشئ الجملة مش عارف أقل فأنا كنت دايما متعود على الاختارة المتعددة هقول لك لأ الموضوع سهل جدا هقول لك على الفكرة صراحة سهلة جدا ممكن تطبقها في الامتحان إنت هتروح حاطة اختارة أهو فحاطة الفعل اللي هو العادي وكده رح تعايل اختارة الطالب بص أي اختارة المهندس اختارة الطبيب اختارة الولد أي حاجة اختارة الطالب الكتاب الجاي كده انت عملت جملة فعلية طيب أنا أعمل إيه هيجي هنا أروح كاتبله بقى بص عايز اسم الفعل أهو آدي يا سيدي اسم الفعل هتعمل إيه بقى هاروح جاي بدأ بمين بقى بالفعل نفسه فين الفعل في الجملة أهو اللي هو كلمة الطالب يعني شايف كلمة الطالب دي هي اللي أنا هبدأ بيها هاروح جاي كده هاروح أقيل إيه هاروح أقيل الطالب أهو مختار الكتاب يبقى أنا كده عملتها اسم فعل ليه لأن المختار هنا بتعبر عن الطالب الطالب هو اللي اختار طب تعالي نعملها اسم مفعول أقول له حاضر اسم المفعول سهل جدا جدا ان احنا نعمله هنبدأ بمين بقى هروح أبدأ بالمفعول به اللي هو كلمة الكتاب في الجملة اللي احنا علفناها هروح أقيل له كده الكتاب مختار على أساس ان الكتاب مش هيروح يختار نفسه فكده دي بقت ايه بقت اسم مفعول بيقول لي في سؤال رقم خمسة بيقول لي رقم المجدو الهدف الاسمة في السؤال ده بيقول لي صغف من الفعل في الجملة السابقة اسم مفعول بيقول لي طب انا عايز اجيب اسم مفعول اروح ادور على مين وخلاص بقى احنا عملناها في الجملة اللي فاتت اروح ادور على مفعول به فين مفعول به هنا اللي هو الهدف الاسمة يبقى لازم ابدأ بالهدف الاسمة طب انا هبدأ بالهدف الاسمة خلاص يبقى انا كده استبعدت جيم واستبعدت دال تعال نفكر في كلمة رامة رامة دي عامة زي كلمة قالة يعني ده كده معناه انه هو معتل اروح اعمل ايه اروح جايب الفائل المضارع رامة يا روم وبعد من راح جايب الفائل المضارع اروح شايل ايه حاطت مين مفتوحة فبقت الكلمة ماروم زي قالة يقول بقول يبقى اروح ايه الهدف الاسمة ماروم وبالتالي اختار اللي جابه اللي هي رقم الف وبكده احنا حلنا مع بعض السؤال المقالي وبكده كمان اخدنا معلومات مهمة جدا عن المشتقات اسم الفاعل سيغة المبالغة اسم مفعول الفيديو اللي جاي ان شاء الله هناخد فيه اعمال هذه المشتقات ايه شروط الاعمال وازاي نقدر نتعامل معها في الامتحان اتمنى يكون الفيديو ده تعجبكم وان شاء الله نلتقي في فيديوهات اخرى قادرة السلام عليكم